لكن الخطة اللي بيحطها المدير طبعا اللقطة ديها كابتن وصول الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أرض الملعب وشوفنا مبارح كابتن محمود الخطيب كان في فريق طبعا بيجلس بجواره الكابتن سامح حمدي يمكن عادت لنا الزكارات الجميلة عندما كان كابتن حسن حمدي رئيس النادي وكابتن محمود الخطيب كان النائب يمكن الشكل المتقارب شوية عشان كده ذكرتنا بهذه الأيام طبعا زي ما حضرتكم شوفتم بارح كابتن محمود الخطيب أصر على حضور نهائي كأس مصر للسيدات كان بين نادي الأهلي ونادي الصيد وكابتن محمود الخطيب أمس طبعا كان حريص وكابتن رقوف عبدالقادر على يمين كابتن محمود الخطيب وكان حريص مبارح لحضور المباراة واجتمع مع الفريتين الحقيقة سواء سيدات النادي الأهلي وسيدات أو لعبات النادي الأهلي ولعبات نادي الصيد وكان ليهم كلمة معهم وده مش غريب أبدا عن نادي الأهلي اهتمامه بكل الألعاب بالإنفاق وإعداد اللاعبين من طراز مفريد للمنتخبات مصر فإن شاء الله أكيد دي اللقطة اللي شفناها مبارحك طبعا كابتر محمود الخطيب وهو مع اجتماعه مع اللاعبات الفريق الأول طبعا للكرة الطعيرة سيدات وكان كلامه كله موجه أن دي مباراة وبطولة والنادي الأهلي دائما أبدا يحافظ على مظهره نحن عرفنا كواليس هذا الكلام وأنه طبعا حريص على مظهر نادي الأهلي وأنه هم دائما يشرفوا النادي الأهلي بمظهر مشرف سواء من احترام الخصم سواء من الأداء الفنية التزام القوانين واللوايح في داخل الملعب أكيد نفس الكلام ده توجه للعبين قبل المباراة يعني لعبين القرة الطائرة هو ده تستور النادي الأهلي وسأظل أبدا طبعا وحضور كابتر محمود الخطيب النهاردة أكيد هيدي زخم كبير للمباراة وأكيد هيدي دافع معناوي جدا للعيب الحقيقة أنا حتى كنت لعيب لما بيعندي مباراة وبلائي طبعا أكيد قيمة كبيرة زي كابتن محمود الخطيب